في خطوة غير مسبوقة جهزت البرازيل قرابة 44 ألف جندي لمكافحة الحرائق التي اجتاحت المنطقة ما دفع ستة ولايات إلى طلب مساعدات عسكرية بعد يوم واحد من تفويد الرئيس جير بولسونارو الجيش بالتدخل سياسياً صعدت الحرائق الهائلة من التوتر بين البرازيل ودول أوروبية أشارت إلى إهمال في الالتزامات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي خاصة بعدما أثر الرئيس البرازيلي غضب المنتقدين باتهامه منظمات غير حكومية بحرق غابات الأمازون المطيرة لإذاء حكومته الحرائق التي تزامنت مع العقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا من المرجح أن تلقي بظلالها على نقاشات قادة القمة رغم محاولة الرئيس البرازيلي التخفيف من حدة القلق والاحتجاج الدولي بإعلانه أن الغابات المطيرة نجت من الحرائق السكان الأصليون في المنطقة طالبوا باتخاذ إجراءات عجلة لمكافحة الحرائق ووضع حد للتعدين وإزالة الغابات خاصة بعد ارتفاع الحرائق بنسبة 83% هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 وفقا لوكالة أبحاث الفضاء البرازيلية تعتبر حماية غابات الأمازون قضية هامة لمكافحة تغير المناخ بسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها وإنتاجها لعشرين بالمئة من الأكسيدجين ترجمة نانسي قنقر